الفتاة ممكن تعرف ان اذا كان عندها غشاء قابل يعني للنسف ولا مطاطي ولا عندها مشكلة بنعرف بس مش بالنسبة 100% لانه هو احنا طبعا يعني كاطباء احنا بنبص بس يعني بنناظر الغشاء لكن لا نلمسه لا نمسه ففي بعض الاغشية بيسموها الحلقية في بعضها مطاطي وبعضها مش مطاطي فاحنا بنقول لها انت غشائك في احتمالين احتمال انه قدي غشائك حلقي فاحتمال كبير يبقى مطاطي واحتمال قليل ما يبقاش مطاطي فبس حتى لو هي كشفت او ما كشفتش انا بتكلم على انه الرجل ان هو يسمع المعلومة دي وان هو يقيم نفسه ده اهم منها لان في الاول وفي الاخر انا بقول ان هو هل الشاب هيقيم اخلاق زوجته بعد ليلة الدخلة بعد ليلة الزفاف ازاي يعني كم في المية من هذا النوع من الغشاء المطاطي اللي يجب ان الطبيب هو اللي يقوم بعملية الجراحة قبل الزواج صفر في المية صفر في المية اه لانه الغشاء المطاطي ما بيمنعش اي حاجة هل في اخشية اخرى بتمنع لو بس عيب خلقي اللي هو مسدود خالص بس ده الجراحة بتفتحه لكن ان هو فيه غشاء يقولك ده ساميك ده مش عارف ايه ده لازم يتفتح جراحيا لا مفيش كلام